يواصل الحوار الاقتصادي في يومه الثاني جلسته المتخصصة الثالثة والأخيرة لليوم والتي تبحث السياسة الضريبية تحت عنوان كيفية زيادة الإرادات العامة شهد اليوم إتمام عقد جلستين إحدهما بعنوان هيكل وعجز الموازنة ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والأخرى بعنوان سبل التعامل مع الدين الخارجي لمناقشة إعادة هيكلة الدين العام وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي وتأثيره على الدولة من مختلف الأولو تستعرض الجلسات التي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي وتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة في إطار الحوار الوطني